السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام ما نبدأ به والصلاة والسلام على سيدنا محمد علي فضل الصلاة والسلام نهاردة ان شاء الله يا بنات هنعمل الروتيني نهاردي في المطبخ هنعمل الحلو هنعمل الغداء مع بعض وهننظف كده المطبخ مع بعض ان شاء الله بإذن الله بس اذا كنت اول مرة شوف قناة ما تنسينيش في الاشتراك واللايك واذا كنت مشتركة ما تنسينيش في الشيئ واللايك في القناة وما تنسوش الصلو على النبي محمد علي فضل الصلاة والسلام زي ما انتم شايفين انا كنت منضف المطبخ طبعا مبارح فالاكل المواعين دايبة كان العشي فما غسلتها شي فها بتجد الوقت اغسلها وجوزي كان جايب لي افراخ عشان انضيفها كده واطبخ منيه فاول حاجة بعد ما ضلعت الاولاد كده من المدرسة ضلعتهم كده من البيت يعني على المدرسة عشان اروحوا المدرسة وبعد ما صلينا كده وطلعت الاولاد وفطرتهم هبتج دلوقت اغسل الموعين بتاعتي نضفت الشقة بتاعتي وكون غسلت الموعين ونضف الافراخ وعلق على الطبيق اول حاجة يا بنا زي ما انتم شايفين هغسل الكبيات الاول لازم كده اتغسل الكبيات معاك الاول وبعد كده المعالج وكان السككين وبعد كده كان حلل او اتصاط او اي حاجة فجوزي جايب لي كده فرختيا عشان انا اطبخهم فانا قلت يعني الفرختين مكبار ما شاء الله عليهم فاخصر ان انا اطبخهم هما الاتنين يعني هيبقى تبزير فاقولت اطبخ فرخة وخلي كده فرخي اليوم تاني زي ما انتم شايفين يا بنات هغسل الموعين كده بتاعتي الاول في المطبخ وهنضف المطبخ بتاعي قبل ما ابتدي في الطبيق عشان اعرف اشتغل كده في الحوض واعرف اطبخ على نظافة بعد مغسلت الكبايات هبتدي تجد الوقت اشهدها كده واشيلي يعني بسلكة وشوية تسايل بس يعني من غير اي اضافات تانى يغلش تلكة وشوية تسايل بس هما لها نخسل بهم المواعين بتاعتني اشاهد المواعين كده انا خلصت المواعين معا كده بنات انا خلصت المواعين زي ما انتم شايفين كده غلصتها وغسلتها كويس زي ما انتم شايفين هنضف الحوض الوقت بتاعي واخر ضاصت يعني هاخسله وانضف الحوض بتاعي وانضف الرخامة بتاعتي واجيب الفراخ عشان انضفها وانضف الحوض كده يا بنات انا جبت الافراخ بتاعتها زي ما انتم شايفين هطلحها من الكيس اللي هي جاية فيه هنضيفها طبعا وهشل اي حاجة فيه كده انا قفضته مفصنية هاخسل الكيباد اول حاجة عشان الكيباد ما تدعكش معاي وهو طبعا هو المتبح همنظف الافراخ فان هشيل جايبها بالرصان بتاعتها هشيل الرصان دورميها والرجلين والحاجات داي وهشيل اول حاجة بنات الحوصلة اي زي ما انتم شايفين عشان انا هكبس فرخة هعمل فرخة هكبسها كده برز وفرخة تاني هتبيلها عشان ابقى شويها في يوم تاني هشيل الحوصلة كده زي ما انتم شايفين وهشيل الزوار اول حاجة كده هعملها في الفرخة بتاعتي او زي ما انتم شايفين نحاول كده اسحب الحوصلة كده من جوة وهاقضع الرقبة كويس كده بالسكينة ونضف الفرخة من جوا هشيل اي فضلات فيها واي حاجات هشيلها من جوا زي ما انتم شايفين بالطريقة ده هفتح المياه كده على بطن الفرخة من جوا هخسل فيها بايد ودخل ايدي كده في البطن بتاعت الفرخة من جوا واخسلها كده من بره ومن جوا كويس وهشيل اللي حتة المنورة دي طبعا دي فرخة الكبس فانا هشيل الحتة اللي منورة دي باس وهسيبها كده مكفولي اما الفرخة التاني فانا هشيلها كده كلها كاملة هشيل الفواصل بتاعت الجنحة دي الاطراف بتاعت الجوانح عشان هي اللي بيبضوكة فيها الزفارة برضا هقطلحها كده وهفتح المياه كده على الحوصلة بتاعت الفرخة ودخل ايدي كده فيها من اي حاجة ربما تكون فيها كده اطلحها منها ونظفها زي ما انتم شايفين انا بجلبها ازاي عشان انظفها هدخل ايدي كده بين الجلد يا بنات بعد ما نظف الفرخة بتاعت كده من جوها دخل ايدي بين الجلد بتاع الفرخة من اي حاجة فيه بتبقى في حاجات يا بنات كده ملزقة بين الجلده زي ما انتم شايفين كده بالشكل دي هدخل ايدي بين الجلد كده وطلحها واطلحها وافصل الجلد عن اللحم عشان اي حاجة كده من الفرخة البيضة هتطلح معايا ونظف الفرخة بتاعتك طبعا هدخل ايديك في الفتحة اللي من تحت دي طبعا مرب اي حاجة لعشان الفرخة انا هتبسها كابس فمش هشين اللي حتة اللي تحت فهنظفها كويس نظفت الفرختين بنات بنفس الطريقة فصلت الجلد عن اللحمة هاو واجبت شوية ملح كويسين هاو وحشيتهم كده ملح وشوية مية وعندي لامونة ونص كده هفجع كده كل نص في جلب كل الفرخة هزي ما انتم شايفين وهرش كده وهرش نص لامونة هعصرها كده وشوية دقيق برضا عليهم واخسلهم كده كويس بيهم واسيبهم يتنجعوا يكون هما تنجعوا كده وخدوهم نص ساعة معاي يكون انا عملت الرز بتاعي الحشوة زي ما قلت لكم انا هنضف فرخة وهشيل هي والفرخة التانية هي اللي هطبقها نهاردي كده انا جبت بصلة يا بنات وقطعتها زي ما انتم شايفين وجبت عليها كاكبدة وجونسة من الجلب بتاع الفرخة وحطيتهم كده عليها زي ما انتم شايفين ومعلجة من الفلفل الاسود ومعلجة بغارات وهجلبهم كده كويس لحد ما يخدوا لون معاي يخدوا لون معاي كده ويستوه زي ما انتم شايفين اهو بالطريقة ده ده اللون الحلو اللي انا عايزاه وهنزل عليهم كده بكوباية من الرز وهجلب الرز بتاعي كويس وهخليه كده يسخن على النار اول ما يسخن هنزل عليه كده بنص كوباية مية اهو زي ما انتم شايفين مية سخنة يا بنات من الكتل زي ما انتم شايفين المية يعني ما تغطيش الرز وهدي عليها النار خالص وانا عايزة الرز بتاعي يكون حباية من حباية كده ما يستويش خالص مني يبقى واخد اه نص سوى اهو زي ما انتم شايفين الرز ما استواش معاي هسيب الرز بتاعي يبرد يكون انا عملت الطشا انا هطبخ طبعا هطبخ عليهم كده ملخية ناشفة اهو جيب التومة على معلجة تطوية سامنة كده وحمرتها وانزلت عليهم كده بحبيتين من الطماطم فارماهم زي ما انتم شايفين وهنزل عليهم كده بمعلجة من الهاريسة اه هارست الشطي بنات هتدي طعم حلو بردك للملخية كده الناشفة وهسيب التسبيكة بتاعتي التسبك بتاعتي الملخية وهحشي الفرخة بتاعك اه كده الرز بتاعي برد زي ما انتم شايفين وهحشي الفرخة مش هكتر رز كده في الفرخة هي كوباية صغيرة الرز احنا عملناها هي هتحشي الفرخة وهتخليها لنا كد البطة وفي نفس الوقت طعم الرز حلو جدا بالتدبيلة داي وبالبصلة كده والبهارات اللي انا حطتها له والفلفل اسود خل الرز ضعم جميل جدا وهكتف الفرخة كده زي ما انتم شايفين زي ما بنكتف الحمامي او زي ما انتم شايفين كده بالطريقة داي وعشان الفرخة ما تسيبش مني كده هجيب خلة اسنان وهامسكها كده ببعضيها بخل الاسنان بالشاكل دي تاي وهدبسها كده ببعضيها تدبسها حلوة سيبت انا طبعا الطاشة بتاعت الطبيخ اللي انا هسوي فيها الفرخة سيبتها على النار كده انا حشيت الفرخة بتاعتي من جوه هجي كده منفوق في الحوصلة كده منفوق وهحشي عشان اعرف بس اتحكم كده في الفرخة وهحشي كده الفرخة بشوية بشوية كده من الرز اللي احنا عملناه في الحوصلة كده انا حشيت الحوصلة يا بنات زي ما انتم شايفينها بالطريقة دو حشيت الفرخة من شاء الله عليها زي ما انتم شايفين الفرخة هروح دلوقتي حطيتها كده على النار في التسبيكة زي ما انتم شايفين وهنزل عليها بمية سخنة من الكتل وهجيب خلت اسنان يا بنات وهفتح كده فتحات صغيرة في الصدر بتاع الفرخة عشان يستوى معايا من جوه اهو زي ما انتم شايفين وسبت الفرخة بتاعتك كده تستوى على النار هتدي دلوقتي اعمل السلسل اللي انا هعملها للمكارونة جيبت بصلة واحدة يا بنات زي ما انتم شايفين كده وقطعتها وعليها معلقة من التوم وهجلبهم كده لحد ما ياخدوا لون معاي بس بنات تسبيكة المكارونة يعني مش هحط لها سامني لا احط لها زي ما وجيبت عليهم حبيتين او ثلاث حبات من الطماطق وحطيتهم كده عليهم عشان يستبكوا ومعلقة هارسة تشطة بردك هتديلي طعم حلو للمكارونة وعشان اسلق المكارونة بتاعتي اه جيبت حلة فيها مية بتغلي وعليها معلقة مالح وعليها حوالي ثلاث معالج من الزيات عشان المكارونة بتاعتك كده مثل السكش في بعضيها ونزلت كده بالمكارونة في المية وهسيبها كده تغلي والحد ما تستوي المكارونة معاي نصيحة ما تعمل المكارونة بتاعتك ما تخليهاش تستوي خالص يعني خليها تسويها كده ثلاث تربع سوى عشان تطلع المكارونة بتاعتك منفلف لكده وحلوة وهذه المكارونة زي ما بتم شايفين بعد ما صفيتها اه هنزل فيها تاني بالحلة لنفس الحلة اللي انا سلاجت فيها المكارونة وهنزل عليها كده بالتسبيك اللي احنا سبكناها مع بعضينا هقلب التسبيك كده كويس في المكارونة زي ما انتم شاء الريحة جميلة جدا يا بنات والطعم هيكون ما شاء الله يعني الطعم جميل جدا واد الفرخ يا بنات بعد ما استوتها هي زي ما انتم شايفين هي خدت سوى زيادة مني عشان بس يستدرسوا كويس بس يضل عم شاء الله عليها وجميلة جدا وكان طعمها ممتاز وهنا يا بنات خدنا الشربة اللي احنا عملنا منها الفرخة هي اللي هنسويها بالملوخية نزلت عليها بشوية ملوخية نشفين كده الشربة وهي بتغلي اه طبعا الشربة احنا تشيلها من الاول وعملينها الطشة بتاعت الملوخية فمش همتشلها تاني هنزل كده بالملوخية الحد محصل على القوام اللي انا عايزها كده الملوخية بتاعتي ما شاء الله عليها اطفي عليها النار عشان ما تحمرش ملنا والفرخ يا بنات انا شيت لها شوية زياد كده على النار عليها كده مفوق وحطيتها في الفرق ده انت كده بشوية زياد مفوق عشان تاخدوا اللون الحلو الجميل دي وده كان الاكل بتاعني زي ما انتم شفتوه ده كان الغداء بعد الغد هنرجع للموعين تاني وهنرجع للمطبخ تاني وهنلم الموعين كده ونضفت المطبخ وغسلت البتجاز انا ما غسلتوش الصبح اه قبل الطبيق غسلتو بعض الطبيق كده نضفت المطبخ بتاعي وخليتو ما شاء الله خليتو فول هاجد الوقتي بعد ما نضفت المطبخ هنعمل الحلوة بتاعني قلت يلا عندي كيس نيشي هبتقي هعمل بي حلو عندي كان كيس لبن في التلاجي وعندي اللي هي المهلبية بالبردكان داي هعمل من هعمل منه هعمل لهم كده حاجة حلوة يحلو بيه جبت اللبن بتاعي وفضت كيس النيشي وحلت اللبن بتاعي وعلى كيس النيشي نزلت بكيس فانيلي وحطيتهم كده علب و تجاز عشان يغلوا زي ما انتم شايفين استوتي المهلبية البيضة الاول يا بناته زي ما انتم شايفين او هاجيب اللي هي الباقة اللي انا هغرف فيه هنزل اللبن هلبية يا بناته تكون كريمي بالشكل دي ما تعملش المهلبية بتاعتك تخيني ما يبقى لهاش طعمه مش هتبقى حلوة ايما تعملها كريمي كده هتبقى له طعمه وتبقى جميلي ومش هتقول مش هتجمد لا هتجمد معاك ودي كده يا بنات انفضيت الطبقة الاولى وسبتها تبرد من المهلبية جبت شوية مياهم يا بنات زي ما انتم شايفين وانزل عليهم بنص الكيس اللي هو بتاع مهلبية بالبردكان دي تاي كان موجود عندي فقلت استغلوا وعملهم كده حاجة حلوة ما كلفتنيش حاجي كان موجود عندي في البيت ما تكلفتش حاجي ودي حطيتهم على البتجاز بعد ما حليتهم كده بالسكر وهخليهم يستوي ده روتين الست الشاطرة الخايفة على بيتها وجوزهي عشان ما تهدر شي وما تضيع شي وما تباوز شي يعني احنا جاب لي فرختين عملت منهم فرخة وحبيت برضى عملهم الحلو من حاجات كانت موجودة عندي فقلت لمهم كده على بعض يوم وعملهم حاجة حلوة كده وان شاء الله باذن الله هتعجبهم وفعلا عجبتهم وجبت كان هنا عندي زبيب وعندي جوزهين بواقي رشيتوا عليهم وده الروتيني نهار دا ولايت ما تنسونيش في الاشتراك واللايك في القناة موسيقى موسيقى